مرحبا بكم في عين التقنية اليوم بحرول سأقدم لكم شرح جديد حول برنامج كانتازيا ستوديو تسعة هذه النسخة تحتاج إلى خبرة للعمل بصراحة هي نسخة جميلة جدا وأصدرت الشركة تكس مايت من كانتازيا النسخة التاسعية نسخة ستشغل على نواة 64 ويندوز دون نواة 64 فقط ويمكنك العمل بها ويمكنك أن تقوم بتشغيلها وتقوم باستخراج منتاج احترافي لفيديوهاتك هذا الأمر هو صراحة جميل جدا وسننتقل الآن إلى شرح البرنامج كامل لكي لا أعطي لكم في التقديم وتابعوا معي سأوضح لكم بحول الله كل صغيرة وكبيرة حول البرنامج وكل ما ستحتاج إليه للعمل والاستخراج منتاج احترافي تابعوا معي فرجة ممتعة كما تشاهدوا المعزي الكرام ننتقلنا لسطح المكتب والبرنامج متبت معنا الآن كامل تزياد تنظر معنا هذه الكلمة سنقوم بالضغط على هذا البرنامج بالزر اليمين ومن ثم Open File Location أو افتح مجلد البرنامج هنا ستفتح معنا هذه الواجهة وهذه النفيدة سنقوم بالضغط على برنامج Camera Recorder بالزر اليمين ومن ثم نقوم بسحبه بهذا الشكل Send To Desktop سنقوم بنسخ أو بعمل أيقونة في سطح المكتب ومن ثم لاحظه تصبح معنا هنا أيقونة البرنامج الخضراء وأيقونة تسجيل سطح المكتب سنقوم بالضغط على هذه الأيقونة Camera Recorder بالزر اليمين ومن ثم Open هكذا أو نقوم بالضغط على هذه الضغطتين لكي نقوم بفتحها كما تشاهدون معي هذه الواجهة أو هذه النافذة هي للتسجيل كما تشاهدون من هنا تختار قياسات الشاشة هنا يمكنك اختيار قياس محدد مثلا هذا القياس هكذا تظهر معك الشاشة على هذا الشكل يمكنك تصغيره وتكبيره بحرية من هنا ويمكنك أيضا أن تقوم باختيار قياسات أخرى متعددة هذه القياسات هنا سأضغط على Full Screen مثلا هكذا تختار الشاشة كاملة هنا يظهر معك تظهر معك Camera Off مواصف إن أردت أن تقوم بتسجيل بالويبكم لديك لاحظوا الكام لديه الآن أقوم بتسجيل بها لا أحتاجها سأقوم بالضغط هنا على هذا الخيار ومن ثم سأقوم بإغلاق الكام الآن سنتقل إلى الـ Audio وهنا تختار نوع المايكروفون تعريف المايكروفون تقوم باختيار ميكروفون من هنا أنا الليديه واحد سأختار هذا المايكروفون ومن ثم هنا تختار المستوى الخاص بالصوت إن كان مستوى عالي من هنا كما تضح المعيد ستقوم بتخفيض هذا الشكل وهنا ستقوم بالضغط على الريك لكي تقوم بعمل فيديو لصطح المكتب الخاص بك تسجيل فيه ما تشاء هذا بحريتك وتقوم بالضغط على الريك لكي تقوم بتسجيل فيديو عندما ستنتهي من تسجيل الفيديو ستتوفر على هذا الفيديو كما تريد معي هذا الخيار سيصبح معك الفيديو على هذا الشكل بهذه العيقونة الآن سنتقل إلى البرنامج لكي نقوم بتعديل هذا الفيديو ونقوم بتعديل الصوت الخاص به وأيضا سنريكم كيفية عمل موتاج كامل بحوله نضغط على البرنامج ضغطتين كانتازيا تظهر معنا هذه النفيدة لفتح البرنامج كما تشاهدون سيفتح معنا بسرعة ستنتظر حوالي بضع ثواني هنا نضغط على هذه العيقونة إن أردنا إخفائها لاحظوا معي إن بثقت لنا نفيدة البرنامج كما تشاهدون معي هنا نقوم بعمل نيو بروجيكت فذا الخيار اللي كنقوم بعمل مشروع جديد يعني تبدأ مشروع من جديد هنا نيو ريكوردين هذه الايقونة كاميرا ريكوردر يمكنك أن تقوم بالضغط عليها outra فذا الخيار هنا open project إن أردت أن تقوم بعمل مشروع سابق قمت بعمليه وقمت بإغلاقه حتى تكمل سقوم بالضغط على open project وتختار المشروع من هنا كما تشاهد معي أنا لذيست لدي أي مشروع الآن سنقوم بالضغط على new project فذا الخيار والآن هنا لاحظ معي تظهر معك هذه الواجهة هذه الواجهة هي بسيطة جدا هي تظهر شيئا ما باللون الأسود لون آنيق صراحة في الأول عندما تثبت البرنامج أول مرة يظهر لك فيديو مصمم من كامتازيا حول طريقة العمل في البرنامج هذا كما في الأمر هنا تظهر معك هذه الخيارات سنتطرق إلى هذه الواجهة أولا العلوية هنا كما تجد معي توجد بعض الأمور مثل مشاهدت هذه النوافذ ومثل شيئ أخرى هنا سنقوم بالضغط على File إن أردت أن تقوم بعمل New project الذي ضغطنا عنه نحن ضغطنا New project إن أردت عمل New project من هنا Open Project تقوم بفتح بروجيكت جديد هنا يمكنك الاستعانة بالكونتول كما تجد معي هنا إن أردت أن تقوم بحفظ أي بروجيكت مثلا قمت بعمل بروجيكت وأردت أن تقوم بحفظه حتى تكملها يعني غدا أو شئنا القبيل هنا سنقوم بالضغط على Save تقوم بحفظه في أي مكان تريده هو Save من هنا هذا كما في الأمر هنا كما تريد معي بعض الأمور مثل الخيارة الخاصة بالLibrary من هنا وهنا يعني أردت الخروج من البرنامج إضافة إلى بعض الأمور الأخرى كما تريد معي سأشرح لكم سأحاول أن أعطيكم الأمور المهمة هنا كما تريد معي المكتبة سنقوم بالضغط على Icon هنا Intro تجد Intros في هذا الخيار هنا Lower Dance في هذا الخيار سنقوم بالضغط على Icon سنختار هذا الخيار الأول تجد في بعض الملفات يمكنك استعانة بها في المونتاج مثل هذه مثلا إن أردت أن تقوم بعمل مثلا رسوم أو شيء ما قابل لاحظوا معي هذه الأمور قد تفيدك في العمل وقد لا تفيدك يعني ليس بالضروري أن تستعملها كما تريدون هذه الثانية مثلا كما تريد معي هنا تجد كثير من الأيقونات يمكنك استعمالها من هنا في Library سنقوم بالضغط على Intro في هذا الخيار لاحظوا معي الـ Intro الموجودة في البرنامج من خلال هذا الـ Intro يمكنك تعديل الاسم الخاص بكامتازيا وتقوم بتحويله إلى اسمك الخاص هناك متشاهد معي هذا الـ Intro والآخر يعني إنتروات مجانية يمكنك استعانة بها برنامج صراحة يصلح لعمل مونتاج وهناك أيضا إنتروات كثيرة سادعك يعني تجلبها بنفسك يعني إنتروات جميلة جدا كما تريدون هنا لاحظوا أي أنيق هذه الـ Intro هنا هذا الـ Intro معروف كما تريدون معي يمكنك استعانة بها هنا أيضا يمكنك أن تقوم بعمل مثلا هذه المقدمة عبارة عن شكل كتابة كما تريدون هكذا تقوم بعمل مثلا اسمك أو لقب أي شخص مثلا هكذا هنا كما تريد معي أيضا هذه الأمور قد تفيدك لاحظوا يمكنك تجربة هذه الأمور بنفسك هنا بعض الصوتيات وأيضا يمكنك أن تجرب هذه الخلفية أيضا هذه الخلفية على شكل فيديو هذه أيضا لاحظ معي تجد كثير من الخلفية يمكنك تجربتها بنفسك سأدعوك كليك تجربها وليك لا نطيلها في الفيديو أكثر كما تريدون معي أعزائي الكرام الآن هذه هي Library في ماديا في هذا الخيار ماديا تجد Library أسفلها وسننتقل الآن إلى الخيار الثالث وهو Annotation في هذا الخيار هنا تجد هذه الأمور هذه الأمور عفونا عزائي الكرام هي في بعض المشاكل على ما أعتقد عندما تكتب في أي خانة من هذه الخانات لا تكتب الحروف كاملة هذا مهم بالنسبة لبرنامج كونتازي يجب تصليحي في النصحة المقبلة ولكن يمكنك عمل بليغاستي في هذا الخيار الأخير يمكنك عمل بهذه الأسهم وهذه العبارات فالأسهم الأولى بصراحة جميلة لكن هذه التي تشغل على تجربتي من خلال تجربة عفون هنا هذه التي تشغل يمكنك استعانة بها مثلا تحويل هذا تقوم بتحويل هذا الشكل وتقوم بكتابة في الوسط ما تشاء يعني كما تشاهدون معي وتقوم بتكبير الخط وأمور أخرى كما تلاحظون معي يمكنك العمل على هذه الأمور التي تقوم بوضعها هنا من properties في هذا الخيار وتقوم بتكبير الخط كما تشاهدون إن أردت تكبير الخط سنختار مثلا لون الخط من هنا الأحمر إن أردنا الأسود إن أردنا سأكبر الخط هنا كما تشاهدون left يعني في اليمين أو اليسار هنا ستقوم بعمل الأسفل الأعلى كما تشاهد معي هنا right يعني تقوم بعمل اليسار كما تشاهد اليمين عفون هنا bottom في هذا الخيار الأعلى والآن سننتقل لهذا الخيار size كي تقوم بتكبيرها كما تشاهد معي سأقوم بعملها في المكان الافتراضي وهنا اللون كما شاهدتم اللون تقوم بعمل اللون مثلا الأبيض هنا تختار الفونت تختار اسم الخط هكذا تختار أي فونت لديك مثلا هذا الخط هنا كما تشاهد معي يمكنك تغيير هذا الأمر أو تغيير هذا السهم بهذا مثلا وتكتب عليه وهذا كما في الأمر سنقوم بحذف كل هذه الأمور سنقوم بعمل هذا الخط مثلا كما تشاهدون سنقوم بحذف كل ما يوجد في الوسط هكذا سنختار اللون الخاص بهذه الخلفية ومثلا ليكن هو الأبيض هكذا في الجانب كما تشاهدون سنقوم بعمل خط مثلا سنقوم بإضافة خط آخر ضحلوا معي سنكتب مثلا معروف هكذا معروف بالأسود لاحظوا وسنختار size من هنا لاحظوا معي سنعمل هكذا كما تلاحظون معي عندما أرغب في عمل مثلا تحريك لهذا النص سأقوم بتحريكه سننتقل إلى هذا الخيار الخامس وسنقوم بالضغط عليه وسنقوم بسحب مثلا هكذا كما تشاهدون معي وشاهدوا بداية الخط لاحظوا رائعة كما شاهدتم الآن سنقوم بالرجوع خطوة إلى الوراء من هنا إن أردنا نقوم بنسخ أو نقوم بقس مثلا مقطع هكذا كما تشاهدون سنقوم بقس هذا المقطع نضغط على المقس بعد تحديدي نقوم بالرجوع خطوة إلى الوراء أنا لا أرغب في هذا بصراحة هنا عندما ترغب في مثلا تقطع هذا الفيديو دون أن تقوم بعمل قس ستقوم بالضغط هنا دغطة واحدة ضحضوا أصبح لدينا المقطع على شكل جزئين سنقوم بالرجوع هكذا هنا إن أردنا نقوم بعمل تصغير أو تكبير للتايم لاين لاحظوا معي هنا يمكنك أن تقوم بنسخ هذا بـ أو تقوم بنسخي من هنا لا مشكل وهناك كوبي يعني كولي كونترول سي و كونترول في بسهولة لاحظوا معي هنا يمكنك أن تقوم ببداية الفيديو كما تشاهدون أنا لا لا أقوم بعمل أي تحركات هنا فقط في الأول هنا إن أردت أن تقوم بعمل مثلا أن تنتقل إلى الآخر أو الأول في هذا المكان وهنا إردت أن تنتقل بخطوات قليلة كما تشاهد معي والآن سننتقل مثلا لنجرب واحدة منها هذه شاهدوا معي لاحظوا أشكال جميلة جدا كما تلاحظون هذا كما في الأمر يمكنك تجربة هذه الحركات بنفسك ولكن حاولوا أن تنتبهوا لهذا الأمر مثلا أضفت هذه الإضافة هنا على سبيل المثال لاحظوا معي هذه أضفتها الآن هي جيدة لكن عندما ترغب في تغييرها لا تقوم بتحويل مثلا هذه أيضا كما تشاهدون معي هنا سنقوم بحذف الأولى أولا ومن ثم تشاهد الخيار الجديد كما تشاهدون إننا قمنا بدعم أو دمج عفوا كل من هذه والأولى ستصبح لن تطبح بالشكل المرغوب كما تشاهدون ستصبح يعني على شكل مختلف هذا كما في الأمر هنا سننتقل مثلا إلى الخيار الانيميشن في هذا الخيار هنا سنقوم بتحويل مثلا سأعطيكم على سبيل مثال مثال فقط نقوم بحذف هذه أيضا لكي لا تتحرك الكتاب لكي نعمل على يعني براحة هنا سنقوم بالتحويل مثلا هكذا سنقوم بعمل زوم هنا على الكتاب فقط على هذا الأمر فقط كما تشاهدون معي يمكنك أن تقوم بالتكبير وتصغير من هنا تصغير الشاشة بالكامل لا مشكل هنا يمكنك أن تقوم بعمل لا أعرف لماذا هذه الكتاب أتضرب هذا الشكل لا أعرف والله العادين هنا كما تشاهد معي هذا من أسوأ الأمور التي هي في البرنامج بصراحة كما تشاهدون معي هنا يمكنك أن تقوم بتصغير وتكبير كما تشاء تصغير الكتابة وتكبيرها بهذا الشكل لاحظوا معي تقوم بعمل زوم ليست تصغير الكتابة تقوم بعمل زوم للصورة هذا كما في الأمر إن أردنا مثلا هنا عند هذه اللحظة سنقوم بتوضيح الصورة بالكامل نضغط على Scale to Fight في هذا المكان وسنقوم بالتعديل على هذه الصورة عفون لكي تضرب هذا الشكل لاحظوا معي كيف سيصبح معنا الأمر لاحظوا أصبحت على هذا الشكل المهم هذه توضيحات فقط هنا لدينا Cursor Effect إن أردت تقوم بعمل يعني Effect على الفأرة الخاصة بك مثلا أنا لا أتوفر الآن على فأرة في هذا الفيديو لكن أعزائي الكرام لدي فيديو آخر سأقوم بفتحه بعد قليل لكي أريكم بعض التأثيرات عنه هنا Voice Narration في هذا الخيار هو الآخر الآن سنتقل إلى Media هنا الآن سنتقل إلى Media لكي نقوم بعمل الفيديو هنا Import Media سنختار من هنا Desktop Rec هذا الفيديو وسيصبح معنا على هذا الشكل سنقوم بسحبي إلى Timeline في هذا الخيار لاحظوا معي ظهر معنا هنا الصوت وأيضا ظهر معنا الفيديو كما تشاهدون معي لاحظوا معي الصورة على هذا الشكل يعني الخلفية رمادية هنا سنقوم بعمل هذا الأمر كما تشاهدون نقوم بتكبير هذا الفيديو أو هذه الصورة هنا نقوم بملء هذه الفراغات من هنا ستقوم بالضغط على Shift وتحرك كما تجاء تحرك الفيديو لحين ما تقوم بمال هذه البيانات كما تشاهدون أصبحت عريضة الصورة لكن هذا كل ما أعمل الآن لأن الشاشة الخاصة به مربعة شكل تقريبا كما ترحضون 1080 24 كما ترحضون هنا لدينا الصوت ولدينا الصورة الفيديو عندما سنقوم بعمل مثلا هذا الفيديو سنقوم بالعفو إخواني العفو لكم وشكرا على تحفيزاتكم كاملة المهم هذا فقط مقتضف عزيزي الكرام كما تشاهدون سنقوم بعمل هذا القص مثلا هكذا نقوم بقص هذا الفيديو نضغط هكذا ضغطة وحيدة أصبح لدينا الفيديو كما تشاهدون معي على جزئين كما قلت لكم طريقة القص سهلة هنا سننتقل الآن إلى سنقوم بعمل مثلا فاصل بمعروف هكذا هذا الفاصل سنقوم بمثلا نسخ لهذا المقطع وسنقوم بحذف كل هذه الأمور ونقوم بلسق المقطع بهذا الشكل لاحظوا أصبح معنا المقطع هكذا هنا عندما نقوم ببدأ الفيديو كما تشاهدون نقوم بعملي هكذا لاحظوا أصبح معنا هذا الفاصل هنا قمت بعمل فيديو فقط تجريبي وأخطأت فيه كثيرا أتعمدت هذا الأمر لكي أقوم بعمل فيديو معكم كما تشاهدون هذا كم أفضل لاحظوا معي سنقوم بحذف هذا المقطع كامل مثلا هكذا إلى هنا مثلا وسنقوم بالضغط على قص لاحظوا معي أصبح معنا الجزئين الآن كل ما عليك فعله لكي تقوم بدمج هذا المقطع يعني مثلا بتحرك لا ترغب في يعني عملي مثلا سأعمل الفرق هنا كما ستشاهدون معي لاحظوا معي أصبح على شكل مقلوب كما تشاهدون هذا الأمر كما تشاهدون معي إن أردت أن تقوم بعمل كيف ستقوم بعمل هذا الأمر ما عليك إلا أن تقوم بالضغط واحدة وتقوم بالضغط على control أيضا لاحظوا أصبح عملا الفيديو على شكل مقلوب سنقوم بعمل تأثير أو عمل transition كما تشاهدون transition سنقوم بنسخها أو سنقوم بسحبها بهذا الشكل هكذا هذه transition التي تحدثت لكم عنه هنا سنقوم بتغيير بهذا الشكل هذا هذه transition كما تشاهدون معي التغييرات أو الحركات ما بين الصورة والأخرى مثلا هذه مثلا لاحظوا معي تظهر أشكال جميلة وهذا كما في الأمر هنا يمكنك أيضا تقوم بعمل مثلا في هذا الخيار لدينا الماوس هنا الماوس مثلا على هذا الفيديو سنقوم بإضافة تأثير على الماوس أصفر بهذا الشكل كما تشاهدون أصبح التأثير يمكنك التعديل على properties من هنا وتقوم بالتعديل إن أردت أن تقوم بتوضيحه أردت أن تقوم بتكبيره بهذا الشكل أردت أن تقوم بعمل ضباب في الحواف أو عمل تأثيرات في الحواف كما تشاهدون من هنا وهذا كما في الأمر هذا هو التعديل على الماوس يمكنك أيضا تقوم بعمل هذا التأثير هذا ويمكنك تحذف الأول بالضغط عليه و delete هكذا من لوحة المفاتيح أيضا يمكنك حذف هذا هو آخر ويمكنك أن تضيف مثلا هذه الدائرة لاحظوا لحذف أي تأثير تضغط عليه هكذا و delete هذا كما في الأمر وهذا هو التأثيرات الخاصة بالكرسور التي تحدث لكم عنه هنا سنتقل مباشرة إلى audio effect إن أردت أن تقوم بحذف مثلا كان لديك تشويش في الصوت في الصوت تشويش وأردت أن تقوم بحذف مثلا على سبيل المثال سنستعمل فقط هذا التأثير مثلا الصوت أو هذا المقطع كما تشاهدون هذا المقطع السفلي في الصوت إن أردت أن تقوم برفع الصوت من هنا وتخفيض هذا الشكل سهل جدا هذا كما في الأمر تجرب الصوت من هنا مرحبا لكم معكم مراد من قناة فاحق لاحظوا معي هذا الأمر سهل جدا ما عليك إلا أن تقوم بالضغط على هذا التأثير كما تشاهدون ولاحظوا تقوم بسحبي تقوم بوضعي هنا كما ستشاهدون معي سنقوم بالضغط أصبح الصوت يعني لا يظهر بشكل جيد سنعمل عليه من هنا سنقوم بتخفيض في هذا الخيار سنقوم بتجربة لاحظوا أصبح الصوت شيئا ما منخفض كثيرا نضغط على هذا الخيار أما الآن سننتقل إلى هذا الخيار نقوم بعمل هذا الأمر كما تشاهد معي نارتان تعمل default يضغط على هذا السهم وهنا كما تشاهد معي يمكن أن تقوم بتخفيض التأثيرات من هنا نقص 18 amount 7 كانت 20 قمنا بعملها في 7 سنقوم بالتجربة الآن هذا الأمر أن لدي المايكروفون يعني لا تظهر فيه تشويشة كثيرة لأنني وجد في غرفة يعني لا لا توجد فيها ضوضاء إن صح التعبير لكن أنت كان لديك تشويش سواء في المايكروفون سواء كانت الغرفة فيها ضوضاء أو لا تقوم بعمل noise removal في هذا الخيار لن تقوم بعمل هذه التأثيرات كما تشاهد معي الآن لا قوم بعملها بحسب المستوى الذي يسجل بالمايكروفون فكل مايكروفون ويسجل بمستوى ولين ينفعك هذا القياس مثل ما قمت بعملي أنا أنا ظهر معي هذا الجيد يمكن أن نقوم بعملي على مايكروفون لك أنت لن يظهر بشكل جيد المهم قم بعمل هذا التأثير حسب رغبتك وحسب ضوءك في الصوت وكيف سمعت المهم قم بالتحريك هذه الآيقونات من هنا إلعب على هذا الشكل كما تريد معي حتى يأتي الصوت بشكل جيد هنا نقوم بإخفاء Properties ومن ثم إن أردت عمل Visual Effect مثلا هذا الخيار هو الذي سيسأل عن كثير كيفية إزالة كرومة على سبيل مثل سأعطيكم فيديو صغير مثلا لاحظوا معي هذا الفيديو هنا كبعض الإخوان يقومون بعمل فيديو فيه اشتراك بهذا الشكل كما ستشاهدون معي وسأعمل معكم وسأريكم طريقة عمل اشتراك مثل هذا لاحظوا معي هنا تجد هذه الإعقون مثلا أو هذا الاشتراك هنا سنقوم بحذف هذه الخلفية الخضراء من هنا وسنترك فقط هذا الزر الاشتراك فقط الفيديو كما ستشاهدون معي سننتقل الآن إلى Visual Effect وسنقوم بسحب هذا الخيار Remove Color نقوم بسحب على المنطقة التي نرغب في إخفائها مثلا أنا أرغب في حذف الأخضر من هذا الفيديو كما تشاهدون معي سنقوم بالذهب إلى Properties لكي نقوم بالعمل أكثر كيف ستقوم بعمل هذا وهنا تختار اللون الأخضر إن كان لديك خلفية مثلا زرقاء ستقوم بالذهب هنا تختار لون أزرق من هنا على سبيل مثلا تبحث عن الألوان كما تشاء بهذا الشكل هي ألوان يعني واضحة هنا الأزرق مثلا أردت تحدد الأخضر تقوم بتحديدي بهذا الشكل هذا أفضل تقوم بتحديدي كما تشاهد معي أصبح اللون مختفي من هنا للعمل بالشاشة بشكل واضح أكبر ستقوم بالضغط هنا على هذا الخيار وتوضح الشاشة وتقوم بنقل الشاشة من اليمين إلى اليسار كما تشاهد هنا يمكنك أن تقوم بعمل تأثير أكثر سنقوم بتكبير هذا الشكل كما تشاهد معي لاحظ معي هنا بعض الأمور سنقوم بإحد فيها كما تشاهد معي أزلنا الأخضر الآن وسنقوم بإزالة الحواف من هذا الخيار الثاني تقوم بإزالة الحواف الخاصة بالفيديو هنا إن أردت تقوم بعمل توضيح أو إخفاء أكثر للون سنقوم بعمل مثلا 30 وهكذا هذا هو الفيديو تقوم بتصغيره سنقوم بعمل مثلا في الجانب على هذا الشكل هذا جيد وسنقوم بالضغط البروبراتيز من هنا ونقوم بتشغيل الفيديو ونشاهد كيف سيظهر معنا كما شاهدتم إن قمت بحد في الأحمر لا يظهر معي الأحمر في هذا الخيار كما شاهدتم معي لذهر معي الأحمر هنا إن قمت بحد الأحمر ستحذف اللون الذي ترغب أن تقوم بحد فيه هنا بعض التأثير الأخرى مثل clip speed هذا التأثير clip speed يمكنك أن تقوم بعمليه من هنا أيضا من audio effect من clip speed تقوم بعمل مثلا clip speed سنقوم بعملي على الصوت هكذا وعندما تقوم بعمل تسريع الصوت مثلا كما ستشاهدون تضغط هنا على show effect وتقوم بتسريع الصوت كما تشاهدون معي تسريع الصوت كامل أو الفيديو بالكامل سنقوم بتسريع بشكل أصغر ونقوم ببداية الفيديو لاحظوا معي أصبح الصوت سريع يكون سريع إنارة تقوم بإضافة أيضا على visual effect من الفيديو بذل الشكل كما تشاهد معي تقوم بعمله بذل الشكل ستقوم بإظهار هذه القائمة تجد هنا clip speed تقوم بتصغير كما تشاهد سنقوم بتصغير الفيديو على هذا الشكل مثلا سيظهر لنا في مدة أقل لاحظوا معي أصبح الفيديو مختفي الآن لأنني أنهيت صراحية عند ذلك الحد المهم هذا المهم عزيزي الكرام هنا بعد التأثير الأخرى هنا في audio effect يمكنك أيضا أن تقوم بعمل بداية للصوت في هذا المكان fad in يمكنك تجربة هذه الأمور ليس مهم ما يمكنك تجربة بنفسك كما تشاهد معي هنا fad in أو بداية للصوت هنا نهاية للصوت هذا الأمر بذل الشكل إن عدم الصوت أو أصبح تدريجيا يختفي كما تشاهدون هذا كما في الأمر يمكنك عمل مثلا الفيديو تقوم بقصته في هذا الشكل تحدد كما تشاهد الوضع تقوم بقصته من هنا كما تشاهد معي تظهر مع هذه الخيارات وإن أرد تحفظ الفيديو ما عليك إلا الضغط على share في الاخير share من هنا وتقوم بالضغط على local file في الخيار الأول هنا تقوم بالضغط في هذا المكان وتقوم باختيار الجودة نحن حددنا في الأول 1080 سنختار هنا 1080 لتحديد الجودة كما قلت لكم من هنا تحدد الجودة كما تشاه من هنا بالضغط واحد وتحدد الجودة مثلا أرد تقوم بتحديد 720 على 1080 بالخيار الخاص باليوتيوب سنقوم بالضغط على OK و Apply تغيير خلفية الصورة تقوم بتحديد خلفية حمراء مثلا أو خلفية وردية كما تشاهد مع هذا الشكل سنقوم بالضغط على Apply ولاحظ مع هذا ما في الأمر يمكن عمل هذا الأمر بنفسك سنقوم بتحريك هذا الخيار لاحظ أصبحت الخلفية على شكل وردي كما تشاهد وفي الأخير عندما تنتهي من عمل المونتاج لفيديوهاتك ستقوم بالضغط على Share في هذا الخيار وتلغط على Local File ومن تختار من هنا الجودة أنا قمت بعمل كما شاهدتم 720 مع كم سنقوم بالضغط Next ومن هنا سنقوم باختيار مكان حفظ الفيديو المستخرج Desktop مثلا سنختار من هنا معروف مثلا من هنا بعض الأمور مثل فتح يعني واجه فيها بعض الخصائص الخاصة بالفيديو بعد الانتهاء من هنا هنا Apply Video After Production إن أردت أن تقوم بتشغيل الفيديو مباشرة عند إنهائه سأقوم بإزالة هذا الأمر لأن عندما أقوم بعمل حفظ الفيديو يأخذ وقت وأنا أغيب على الحاسوب لذا فلا أرغب في تشغيلي هذا بالنسبة لي فقط معنا الآن لاحظوا الفيديو يعني يستخرج بسرعة كبيرة هذا الأمر سيكون يعني حسب سرعة الفيديو أنا لدي الفيديو في أقل من 20 ثانية حوالي ذلك لاحظوا معي الفيديو يستخرج بشكل سريع جدا لكن أنت مثلا كان لديك الفيديو في نصف ساعة أو في ساعة أو شما قبل سيأخذ بعد الوقت هذا كما في الأمر يمكنك أعمل هذا الأمر بنفسك كما تشاهد معي والآن ظهرت معي هذه الخانة سيضب finish والآن سنتقل إلى الفيديو لكي نقوم بتجربته كما تشاهد ها هو الملف سنقوم بفتحه وسنشاهد الفيديو كما تشاهد معي الفيديو ظهر لنا على شكل مقرب أنا قمت بعمل زوم دون أنتبه لهذا الأمر المهم هذا هو برنامج كانتازيا ستوديو أتمنى أن يعجبكم شكرا لكم على التعليق المحفزة وأستودعكم الله أحبابي الكرام في أمان الله إلى اللقاء أحبابي في الله